افتتحت اليوم مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في العاصمة التايلندية بنكوك مشاركة 1880 شخص يمثلون 193 دولة المهندس شريف الخياط رئيس قسم التغيرات المناخية بالهيئة العامة للبيئة ورئيس وفد الكويت المشارك في المفاوضات قال بأن جولة المفاوضات المنعقدة تعد جولة إضافية تسعى الأمم المتحدة من خلالها لإصدار المبادئ التوجهية لعناصر اتفاق باريس للمناخ وذكر الخياط أن المفاوضات الحالية تمر بمرحلة حريجة جدا فالمجتمع الدولي بقيادة الدول المتقدمة يسعى لوضع قوانين جديدة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ بإدخال الدول النامية في دائرة الالتزام وأن مهمة الوفد الكويتي المشارك في المفاوضات تخفيف الالتزامات التي ستفرض على الدول النامية التي قد تضر باقتصادات هذه الدول